قبل أقل من أسبوعين على بداية الألعاب الأولمبية في لندن أثيرت قضية الأمن بإلحاح فعدد التهديدات الأمنية يجعل ضمان أمن المشيئات الأولمبية مسألة حاسمة فالشركة المكلفة بالأمن تواجه تحديات كبيرة لتوظيف العدد الكافي من الموظفين لتأمين أكثر من 150 موقع أولمبيا وقد أصدرت شركة جي فور اس بيانا أعلنت فيه عجزها خلال الأسابيع الماضية عن توفير العدد اللازم من حراس الأمن وأن الحكومة سخرت موارد إضافية لملء الفراغ إنه أمر مقلق أن تكون الشركة غير قادرة على توفير الأمن لذا يجب أن تحل هذه المشكلة فورا هيئت القوات المسلحة البريطانية نحو 13 ألف جندي لتأمين المشيئات الأولمبية لكن يتعين عليها الآن توفير 3500 ألف جندي إضافي لسد النقص الذي عجزت عنه الشركة المكلفة بأمن الألعاب الأولمبية هذه المسألة أثير قبل أيام في مجلس العمومي لبريطاني لقد اختبرنا خطتنا الأمنية بشكل جيد نحن واثقون من أن شركائنا قادرون على توفير الأمن لن نترك شيئا للصدفة وفي الوقت الذي تخوض فيه وزارة الدفاع البريطانية معركة قانونية لنصب صواريخ دفاعية على قمة الأبراج العالية في لندن عليه الآن نشر مزيد من الجنود في الوقت الذي تعاني فيه القوات المسلحة من خفض في تعدادها ترجمة نانسي قنقر